قصة سندريلا كان يا مكان في قديم الزمان وسالح العصر والأوان كان هناك فتاة تدعى سندريلا تعيش مع والدها بعد أن توفيت والدتها وبعد فترة من الزمن ونظرا لانشغاله بأعماله الكثيرة قرر أن يتزوج من امرأة أخرى لتربيها له وكان لتلك المرأة ابنتان اسمهما كاترين وجيني وبعد مرور الوقت أظهرنا الشر الكامن فيهن وأصبحن يعاملن سندريلا بأسوأ أنواع المعاملة وجعلوها تقوم بخدمتهن بمجرد خروج والدها من المنزل وفي أحد الأيام قرر ملك البلاد إقامة حفل كبير يدعو إليه جميع فتيات المملكة حتى يختار إحداهن زوجة لابنه الأمير فأرسل دعوة لكل بيت وعندما وصلت الدعوة إلى بيت سندريلا استلمتها زوجة أبيها وقرأتها فقررت أن تذهب هي وابنتها فقط وعندما علمت سندريلا بذلك الأمر حزنت حزنا كبيرا وأخذت تبكي بكاء شديدا ولما جاء يوم الحفل ارتدت كل من جني وكاترين أجمل ثيابهما وتوجهتا مع والدتهما إلى القصر الملكي تاركين سندريلا وحيدة في المنزل والحزن يملأ قلبها ولكن فجأة حدث شيء غريب ومفاجئ لقد ظهرت لها جنية طيبة وقالت لها بأنها ستقوم بمساعدتها فقد تمكنت بحركات بسيطة من جعل سندريلا ترتدي ثوبا وحذاء جميلا للغاية وحولت اليقطينة إلى عربة تجرها الخيول التي كانت فئرانا تلعب في الحق وأمرت الخيول بأن تأخذ سندريلا إلى مكان الحفل فشكلت سندريلا الجنية كثيرا ولكن الجنية طلبت منها أن تعود إلى منزلها قبل منتصف الليل وذلك لأن مفعول السحر سينتهي في تمام الساعة الثانية عشر فوعدتها سندريلا بأنها ستفعل ذلك وصلت سندريلا أخيرا وكانت بغاية السعادة وعندما رآها الأمير عجب بجمالها وطيبة قلبها فقرر أن يختارها زوجة له وبعد مضي الوقت انتبهت إلى الساعة وإذ بدقائق معدودة تفصلها عن الساعة الثانية عشرة فخرجت سندريلا مسرعة فعجب الأمير لذلك وركض خلفها إلا أنه لم يتمكن من اللحاق بها وأثناء ذلك تعسرت وسقطت منها إحدى فردتي حذائها فتركتها وركبت العربة فحزن الأمير ولكنه أخذ فردة الحذاء تلك وبعد انتهاء الحفل سرد لوالده القصة فقرر أن يبحث عن صاحبة الحذاء في كل بيت من بيوت المملكة لم يناسب ذلك الحذاء قدم أي فتاة من الفتيات إلى أن وصل الأمير إلى بيت سندريلا جربت كاترين وجيني ارتداءه لكنهما فشلتا في ذلك أيضا فسأل الأمير إن كان في البيت فتاة أخرى فأجابوه بأنها الخادمة وأنها لن تعجبه ولكنه أصر على رؤيتها وأمرها بأن تجرب ارتداء الحذاء فكان مناسبا لها فتذكر أنها هي الفتاة التي كانت في القصر فأخبرها بأنه يريد الزواج بها ففرحت بذلك ووافقت ثم تزوجا وعاشا في سعادة وهناء وهكذا انتهت القصة إلى اللقاء